مع المدير التنفيذي لاتحاد مقدمي خدمات المياه في فلسطين باش مهندس علي عودي يسعد صباح سيدك أخ خالد ويسعد كيبا وشكرا لكم والتلفزيون الفجر على استضافة اتحاد مقدمي خدمات المياه حياة كلا أهلا وسهلا يعني بداية المهندس علي لما بنحكي اتحاد مقدمي خدمات المياه للجمهور الفلسطيني أو في المجتمع الفلسطيني ايش بنعني بهذا الاتحاد أولا بحب أحكب على كلمة الصبح وانتو بتستعرضوا في فقرات برنامج صباح الخير بتحكو انه اتحاد مقدمي خدمات المياه اللي ما بعرف عن المواطن الفلسطيني كثير صحيح ه Takam好 ما بعرف عن المواطن الفلسطيني كثير لانه احنا بنتعامل مع البلدية مع مزودي خدمات المياه فخدماتنا احنا بتموصل للمواطن الفلسطين من خلال مزودي خدمات المياه لكن الاتحاد مش جديد اتحاد تأسس بالالفين وسبعة كان بمبادرة من كبار مقدمية خدمات المياه في فلسطين أو بمبادرة من كبار بلديات فلسطين لحد اليوم اتجاوز عبدالعض الاتحاد 70 عضو أو 70 بلدية تحت سلطتهم أكثر من 350 ألف اشتراك مياه بتوصل المياه لأكثر من 2.5 مليون نسر في فلسطين الاتحاد فيه له مجلس إدارة بيتم اتخابه كل سنتين من قبل البلديات الاتحاد الهدف الأساسي منه أنه رفع مستوى المزودي خدمات المياه تحسين وضع المياه في فلسطين بشكل عام التشبيك بين المزودي خدمات المياه والمؤسسات المانحة تبادل الخبرات بناء القدرات يعني من هذا القبيل طب فعليا طبيعة العلاقة ايش اللي بيكون مع البلدية ما بينكم كاتحاد وماذا تشرفون على علاقاتكم مع البلديات هم نحكي عن أكثر من 70 بلدية فعليا ايش صيغة التشاركية ما بين السامن البلدية والاتحاد مثل ما ذكرت لك هي يعني الاتحاد مؤسسة غير ربحية هدفها فقط بكون أنه ترفع كفاءة هذه البلدية وتعمل لهم تطوير قدرات تدريبات تزويد في بعض المعدات مثل ما عملنا في بلعة زودناهم بعض أجهزة الكشف عن الفاقت في العام 2017 كان في عنا الاتشتي دي بروغرام برنامج جميع قدرات استفاد من أكثر من 350 شخص من مزودي خدمات المياه في الضفة الغربية وقطاع غازية كمان عملنا برنامج إعداد مدربين في مجال المياه والصرف الصحي كمان استفاد منه كثير يعني مهندسين والناس اللي عاملين في مجال المياه طب قديش باش مهندس سعلي بتشوفوا أنه من المهم ومن الضروري أنه مواكبة هذه الدورات مواكبة هذه التدريبات رفع هذه الكفاءة نظر طواقمنا الفنية في مختلف البلديات لأنها بالفعل تواصل العمل وتواصل الشغل ضمن أحدث المعايير والمقاييس في العالم شوف يعني الخدمات والتدريبات اللي احنا مثلا قدمناها كانت في منها أشفاء فنية في إدارية في مالية للأسف يعني الأشياء ما بحب أحكيها أنه من خلال دراستنا احنا يعني قبل ما ننفذ أي شيء بنعمل دراسة وجدنا أرقام اتجاوزة 60% وال70% ضعف إداري ضعف في إدارة الأمور المالية ضعف في الأمور الفنية عندي كثير من طواقم مزودي خدمات المياه يعني حاجة ملحة ضرورية جدا أنك تشتغل في هذا المجال عن مزودي خدمات المياه نعم مهندس علي يعني ترنق تحت الهوى عن بعض البلديات اللي ما ممكن يزبط معها أنها تكون مشتركة في اتحاد مقدمي خدمات المياه فخرينا نحكي شوي عن هاي الفكرة أنه مين هم هاي الفئرة هلأ كلمة مزودي خدمة مياه يعني غالبا بلدية ولكن في بعض الأماكن يعني لما تحكي مثلا مصلحة مياه وبلديات الساحل غزة مش كل البلديات بتكون هي اللي تزود مياه لمشتركين المصلحة المياه هي اللي بتزود لغزة وللوسطى ولأكثر من مكان مثلا بتحكي عن مصلحة مياه القدس بحضة القدس هي اللي بتزود لبير زيت تزود لرامالله للبير إلى أكثر من مكان فهلأ ما بنقدر نعتبر بير زيت أو رامالله أو البير هي مزود بياه نتعامل مع المصلحة وإحنا بنطور أداء المصلحة وهي بتالب تنتقل الخدمات طب قبل الفترة كان هليك مؤتمر من طرفكم في الاتحاد وكان فيه استقطاب لكفاءاته وشخصيات دولية واجنبية وكان تحت عنوان نحو تكنولوجيا مبتكة في فلسطين إيش الهدف من هذا المؤتمر وإيش اللي رسم خطوطه المستقبلية على أرض الواقع فيما يتعلق واقع المياه شوفوا في الحقيقة كان مؤتمر ومعرض بجانب المؤتمر المؤتمر يعني بشكل عام شارك فيه أقل ألف شخص أغلب كان بلديات الضفة أغلبها شاركت فيه أو رؤساء المجالس كان فيه أسادة جامعات عامين في مجال المياه كان فيه مدراء شركات مقاولات واستجارية وغيرها المؤتمر يعني حطيضه على أكثر من قضية مش فقط يعني التكنولوجيا المياه عرض بعض سياسات سوطة المياه اللي كانت قبل فترة حضروهم وعرضوهم عرض كمان تقرير قاسي الأداء اللي حضرها مجلس تنظيم قطاع المياه واتطرق لموضوع التكنولوجيا المياه اللي كانت الشكل الأساسي في المؤتمر تم عرض أكثر من ستين عرض يعني أذكر منها بعض التكنولوجيات مثل تكنولوجيا الآيفاس تكنولوجيا من بيوري أكتر اللي معالجت مياه الصرصحي تم عرض الألترا سونيك فلوميتر عددات مياه بتشتري الموجات الفوق صوتية طبعا كانت من خلال شركة تركية اسمها إلكتروميد بالإضافة لتكنولوجيا زوني سكان ألفا اللي بتتعامل مع الفاقد في شبكات المياه واللي بعاني منها أغلب مزودي خدمات المياه وغيرها كثير يعني نعم صراحة ممكن يكون في هناك موعيقات بتنفيذ بعض هاي الأشياء وإن كان ما هي أبرزها أكيد يعني الموعيقات مثلا عدم إنه البنية التحتية مشجاهزة مثلا لما بحكي على تكنولوجيا الآيفاس أو تكنولوجيا الممبرين بايوري أكتر تكنولوجيا معالجة مياه عدمة بتنتج مياه عدمة بتكون درجة التنقي فيها عالي جدا وحتى المياه المنقلة لخارج منها ممكن تكون صالحة للاستحمام يعني ماشي هلا إحنا جيبنا وركبنا هاي التكنولوجيا اللي بتكلف كثير حتى تشغيلها وتركيبها وانتجنا مياه شبه نقية طب هل في عنا بنية تحتية أن أستخدم هاي المياه المعالجة؟ ما فيه هلا اتطبقت مثلا إحدى هاي التكنولوجيات في مدينة روابي كان فيه تكنولوجيا وتمسح بالمياه المعالجة واستخدامها في الطفايات الموجودة في الشوارع ولكن كقرى ومدن فلسطينية يعني مش كثير موجودة لازلنا بحاجة نشوت كبير في هذا الموضوع طب من خلال اتحادكم بصراحة بدنا نروحها جزئية ذكرتها وكان فيه هناك طرح لإلهم من خلال عددات ومنحكي عن نسبة الفاقد نسبة الفاقد أول إشي قديش في فلسطين وين الإشكالية اللي يعني تدفع بارتفاع هذه النسبة لربما من عام إلى آخر رغم كل هذه الجهود المبدولة قديش بها فيه رقم واضح يعني تقريبا يعني ممكن تتجاوز الخمسة واربعين في المية في فلسطين كلها نسبة الفاقد وين الخلال الخلال يعني الأساسي في البنية تحتية في شبكات مياه تتجاوزت سنين طويلة وما تم استبدالها مش شرط أنه ما مش متوفر التمويل لاستبدالها ممكن ما حصلوا على ترخيص لاستبدالها فيعني هذا أهم سبب عدا عن بعض الخل في بعض العدادات الموجودة حاليا في بعض القرى مثلا محيضة في طول كان بتشوف بعض الخلل في بعض العدادات اللي بتعدي هوا بتعدي خطأ يعني زي هيك بترفع هذا النسبة نعم بالنسبة لخير نروح لطرف الاحتلال الإسرائيلي نعرف أنه أكيد له سيطرة كبيرة على المياه الفلسطينية وممكن بيتحكم كمان في التزويد وبيتحكم في استخراج المياه فهل هذا الجانب بيلعب دور في من ناحية أو من رفكم في هذا الموضوع؟ يعني أحطك بسورة المصادر المائية بشكل عام في فلسطين نحن في فلسطين في عنا أربع أحواض مياه في عندك الحوض الساحلي في غزة أحواض يعني بحكي على برمياه جوفية على أحواض مياه جوفية عندك الحوض الساحلي في غزة 97% منه ملوث غير صالح للاستخدام نعم بأفعال كثيرة بسبب أنه في سحب مش ما كان صحيح وبسبب بعض المستوطنات المحاذية كانت تسحب لو انتقلت للضفة الغربية في عندك ثلاث أحواض مياه أوفرها اللي هو الحوض الغربي اللي هو عندنا هنا في تول كالم يمكن إحنا في تول كالم كالكيلي مش كتير شاعرين في مشكلة المياه زي المناطق الجنوبية شايف كيف؟ عندنا في فلسطين الثلاث أحواض تحتويعت تقريبا على 700 مليون كوب ساعتها يعني تخزينها 80% منها يمسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي ونحن كالفلسطينيين نأخذ 20% منها يعني حسب منظمة الصحة العالمية لازم يفرد على الأقل يعني يأخذ 120 لتر في اليوم نظريا بأخذ 80 لتر عفوا يعني 98 لتسعين لتر الفرد الفلسطيني بوصلوا كثير من رات 50% بسبب الفاقد وهذه المشاكل لكن الاحتلال مثل ماذا كانت مسيطر على 80% من هاي المياه في المقابل الفرد الإسرائيلي بحصل على 300 لتر أو 400 لتر في اليوم صحيح هلأ في عنا كم مصادر ثانية بتحكي مثلا نهر الأردن نحن من السبعة وستين موصل نموش يعني كيف نأخذ منه ماي بتحكي على بحير الطبرية يردك توصلها سياحة حياة دوب يعني تلك ولا شيء يعني القرصان الإسرائيلية لازالت تهدد طبعا أحدى النقاط ونحن نشوف كدهش فيهم يعني هجمات إسرائيلية باتجاه المياه خاصة في مناطق جنين المناطق والمحيطة من الجدار للصالح بتأكيد المستوطنات وكذلك أيضا معسكرات تدريب للاحتلال الإسرائيلي نشكر لك جزيرة شكر البشمهاني إسعالي مدير التنفيذي للاتحاد المقدمي خدمات المياه في فلسطين أدوردك وأيانا